ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والبراء أربعة أمور اعملها في بيتك فلا يدخل الشيطان قط أولا إذا دخلت قل بسم الله إذا أكلت قل بسم الله إذا لبست قل بسم الله قبل دخول الخلاء بسم الله عند خلع الثوب بسم الله عند اللقاء بين الزوجين بسم الله بسم الله اثنين سورة البقرة اقرأها كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر على ما شئت سورة البقرة حتى لا يقربك شيطان الثالث إذا أردت النوم فاقرأ آية الكرسي بصوت تسمعه بصوت تسمعه ما هو بهذه أذونين هذا مو قرآن حرك شفتيك وأسمع نفسك الرابع أو الثالث أو الرابع آسف الرابع أذن في أركان البيت إذا استوحشت حسيت بوحشة في البيت أذان كامل أذان كامل ولو في غير وقت الأذان يعني تقول البنية يا بابا أنا خاف وللوليد أنا خاف في الغرفة بينهم معكم الغرفة الفلانية المستودع الفلاني في السطح إلى غيره في مكان نستوحش رحل المكان ذا وقل الله أكبر أذن حبيبنا يقول إذا رأيتم الغيلان فأذنوا وإذا أتى الأذان تولى الشيطان وله ضراط كما ورد في الحديث الصحيح فهذا يطرد إذا أربعت الأمور سوها سم وقرصورة البقرة وآية الكرسي بصوت مسموع عند النوم وأذن إذا استوحشت والله لو تجي قبائل الجن والشياطين ألميكا نمحاسن تيفي باتا كوني وويما واسلام ترجمة نانسي قنقر